رح نحكي عن أساسيات اختيار الجكيت الشتوي وليش لازم نختار وشو المعايير اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار لنختار جكيتنا الصح بالطريقة الصحة مية بالمية إذن خلينا بالبداية نحكي عن ليه إحنا لازم نختار جكيت معين أو معطف معين لأنه أكيد فيه فرق ومش كل الأشكال وخلينا نحكي الأطوال والألوان بتلبع على كل الناس زي ما حكيتي ليلك التفاصيل الشتوية للستايلات يعني فيها ليرز فيها فوليوم أكتر فيه قماش عن نجوخ صوف هاي طبيعة القماش وطبيعة الستايلات الشتوية تعطي زي فوليوم للشكل الجسم فبدنا نعرف شو الأشكال الأجسام اللي بيلبق لها الفوليوم أو إنها تنحط تفاصيل معينة مثل الأزرار والأبات العريضة عشان هيك لازم نختار الجكيت الصح للجسم الصح نعم طب إذا نحكي بالبداية عن الأشكال الأجسام عشان نمشي مع السيدات يعني خطوة خطوة عشان يكونوا قدرين أنهم يرفقوا أن هذا الجكيت هو البناصبهم أو لا فبالبداية تحكي لنا شو هي الأشكال هلأ في عنا الأشكال الخمسة الأساسية نحكي عن الشكل المثلث نحكي عن الشكل المثلث المقلوب التفاحة المستطيل الساعة الرملية هدولا رح ندخل فيهم بالتفصيل نعرف شو اللي بيلبق لهم شو اللي ما بيلبق لهم والأشياء اللازم يتجنبوها نعم طب خلينا نبلش بأول شكل من أشكال الأجسام وشو هي الأشياء اللي بتلبق لهم أكتر الجكتات المعاطف والألوان أيضا إذا فيه كمان إلو دخل بألوان البشرة أكيد هلأ رح نحكي أول إشي عن الجسم المثلث سواء كان المسملة إلو مثلث أو الأبل شيء البر شيء أو خلينا نحكي الإنجاصة هدولا بتميزوا إنه الورك عندهم عريض الورك عريض فبدنا نركز على إنه يكون طول الجكات ما يوصل لعند الورك هذا منسميه إحنا كخبراء المظهر الهم لاين وين بتمتهي القطع فضروري ياخدوا بعين الاعتبار إنه الجكات ما ينتهي عند منطقة الورك لأنه بيزيدها عرض فمنلاحظ إنه القصات الموجودة على الشاشة هي بشكل الأي شيب ما بدنا المستقيم لأنه إحنا بدنا شكل إفلير للجكيتات هلأ إذا منلاحظ مثلا الترنش كوت فيه تفاصيل أزرار إحنا بدنا الأزرار تكون واضحة لأنه إحنا مننصحهم دايما إنهم يركزوا على المنطقة العلوية للجكيت أبة عريضة مثلا زي الجكيت اللي راب منسميه أو القصات اللي هي الأي شيب أو البرنسز هاي منسميها مع وجود تفاصيل أزرار وحكينا أحزمة نعم فإذا بنا نحكي عن هاي التفاصيل الكبيرة أزرار سواء الأبة أو حتى البلت اللي ممكن إنه يكون موجود فنقدر نحكي إنها بتسرق النظر عشان ما يكون التركيز كلياته على الورك باقي التنشل للمنطقة العلوية وبتبعد النظر عن منطقة الورك فقالتيني عن الألوان هلأ بما إنه وركهم عريض لازم يروحوا إذا بدهم لجكيتات طويلة إنهم يختاروا الألوان الغامقة إحنا منعرف إنه الألوان بتمتص الضوء الغامقة فبالتالي بتصغر الحجم فالجكيتات الطويلة إذا بدنا ياهم أو المعاطف تكون بألوان غامقة يفضل نعم فهو يعني السيدات اللي موجود في عندهم خلينا نحكي الورك عريض فهو لازم يلجأوا لهذا المعطف أكتر من إنه يروحوا على جكيت أصير ممكن يختاروا جكيتات أصيرة بس بشرط زي ما هلأ رح نشوف الستايلات اللي على الشاشة تمام خلينا إذا نشوف مع بعض الصورة الستايلات تكون عندنا لعند منطقة الخصر لأنه عندهم مشكلة في الورك فيختاروا الجكيتات المنفوخة اللي بتعطي ستركتر للجسم زي ما حكينا الجوخ الكتافيات إذا منلاحظة في عنا البليزر الأخضر في عندي طويل تحت الورك ما بدنا إياه عند الورك وأي جكيتات حتى الجينز الترايبيز يكون عند منطقة الخصر نعم يكون أعلى من المنطقة خلينا نحكي عند الورك طيب ننتقل للشيب الثاني من أشكال الجسم اللي هم ناس اللي عندهم أكتافهم عريضة منطقة الخصر والورك عندهم أقل عرضا في التالي بدنا نركز أنهم يبعدوا عن التفاصيل العلوية في الجكيتات نعم ننصحهم أنه يكون الطول مستقيم فلير يعني شوي منفوخ من تحت ويفضل أنهم يبعدوا عن لقماش التقيل لأنهم عندهم أكتاف عريضة بيكبر الأكتاف بيعرضها فإذا منلاحظ أنه اللون العسلي ووترفول هيك خفيف شوي هيك هيدل بيجي على اللقماش ما بدنا أبات عريضة ما بدنا أزرار إذا منلاحظة أنهم هيك بزيد من حجم الأكتاف أيها بعطي أتنشن للمنطقة العلوية إذا منلاحظ على الجكيتات أو المعاطف الطويلة شفنا الترنشكوت بدون أزرار وخاصة الأزرار اللي هي الصفين لأنها بتعطي أتنشن للمنطقة ويلبسوا اللي هو الكيب اللي بيكون أي شيب لأنه بدنا نعطي منطقة للسفلية هلأ يفضل أنه يكون الجكيت تبعهم سيمبل من فوق ما في أي أزرار وإذا كان في عندهم أزرار تكون بالأزرار المخفية يعني ألوان ما بدنا زي ما حكينا أحزمي أربط فوق أو أي تفاصيل علوية أو قبات عريضة وبالنسبة للألوان ما في مشكلة أنهم يلبسوا الألوان الغامقة لأنه إحنا بدنا يعني نخفي منطقة الأكتاف وإنا ننحفها شوي فالمشكلة أنه ما بقدر ألبس ألوان فاتحة إحنا بنحكي هون بس على ستايلات يعني إنه لأنه المنطقة بتتعرض بزيادة وهذا الأشي لازم لاستثني في الجاكيتات تبعتهم نعم طيب نشوف فيه معناته الشكل الآخر الثالث من أشكال الجفر الناس اللي هو بيجي بعد يعني نسبة الصوايا اللي عندهم من شكل الطفاحة بيجوا بعد الورك العريض فالناس أغلبهم بهاي الأشكال بتكون أشكال أجسامهم في المنطقة الوسطية أعرض منطقة يعني الخسر والصدر أعرض من الأكتاف والورك فبالتالي بدنا نبعد عن أي تفاصيل وسطية هلأ دايما بننصحهم إنهم يلبسوا ليلك جاكيتاتهم يكونوا مفتوحة ما يسكروها ويفضل إنها تكون من الجاكيتات اللي إلها فتحة من وراء فنت عأساس إنه يعطيه شوي هدل ما بدنا نربط المنطقة الوسطية دايما بنقولهم ما يلبسوا أحزمة ما يلبسوا أحزمة ويربطوها ويكون برضو اللقماش هدل شوي وما يكون في عندي أي ستركتر ونقولهم ابعدوا عن الجاكيتات اللي شكلها بوكس لأنه بعطيكم منظر غير لائق خلوه هدل ومستقيم ومفتوح والطول عند الورك عشان ما أتنشل لهاي المنطقة بس هلأ إذا حبوا أنهم يلبسوا على أطول شوي ما في مشكلة يعني مثلا الناس اللي ورقهم عريض ممكن يلبسوا لحد منتصف الفخد يعني فوق الركبة بشوي بس لازم نعرف إنه إذا عندي مشكلة بهاي المنطقة ما بنهي الجاكيت عندها لم تكون لفتة الأنظار عليه أنه تطلعوا آلم بالضبط هذا هو من سميه الهم لاين للإطعام بالضبط تمام ننتقل للنوع الرابع من أفضل الجسم الرابع اللي هو من الناس اللي عندهم مستطيل شكل جسمهم ما فيه ديفينيشن للويست لازم نركز على الخصر مثلا منقولهم إلبسوا جاكيتات طويلة إلبسوا جاكيتات تنتهي لعند الخصر على أساس أنه يعني يزيد من الأتنج فالإطاع هي اللي بتعمل شيبينج للجسر صحيح فمنقولهم إلبسوا الإطاع اللي تقيل اللي فيها كتافيات صوف تقيل جوخ مثلا هم بناسبهم زي ما إحنا شايفين اللون وزهر البيبلم اللي شوي هيك كشكش عند الخصر لأنه ما عندهم هم خصر ودائما منقولهم إلبسوا الجاكيتات العسكرية اللي فيها أزرار كتير زي البي كوت والترنش كوت ما بعرف إذا أنت بتحبيه الترنش كوت أنا كتير بحب الترنش كوت لأنه طويلة بحس بيكون بلبق فحلو فبحب ألبس الترنش كوت هلأ أنا كتير بحسه أليجنت وستايل بس في بعض الناس منتقدون أنه مش كتير بيدفي ولكنه يعتبر رين كوت أكتر ونحلق بما إحنا يعني بفصل الخريف ممكن يلبسوا بهذا الموسم وصراحة يعني موضة وأنه ممكن يستخدموا سواء كان بأشكال الأجسام المختلفة بس الفرقية بناتهم أنه ما يختاروا الأزرار بأشكال الأجسام اللي ما بتحتاج أتنشن في المنطقة العلوية نعم ننتقل على الشكل الآخر أو الأخير من أشكال الجسم أشكال اللي هي الساعة الرملية بما أنه هم ideal shape شكل جسمهم رتب متناسق بدنا نحافظ على هذا الإشي نختار الإطاع اللي ما فيها تفاصيل علوية غير عن السفلية فبدنا نحافظ على هذا السيمتري ممكن يختاروا جاكيتات لذر فتد على حد الخسر يختاروا جاكيتات أو بليزر فيها ربطة عند الحزام وممكن يختاروا جاكيتات لها shape معين وآخر إشي المعاطف ممكن تكون سيمتري أهم إشي تكون لها ربطة عند الخسر وتكون ما فيها تفاصيل علوية غير عن السفلية نعم ويحافظ على الأي shape تبعها الأي لين تبعها بحيث أنه نظن نحافظين على شكل الساعة الرملية نقدر نحكي أنه الساعة الرملية السيدات اللي يعني بيمتلكوا خلينا نحكي هذا الشكل هم بيكونوا قادرين أنهم يلبسوا وفي عندهم options أكتر بقدروا يلبسوا كل شيء صحيح مية بالمية بس إحنا بدنا نقولهم أنه ننصحهم أنه يحافظوا على شكل الجسم الأوري غلاس هذا بحيث أنه ما يصير في عندي عدم تشابه لأنه هذا الجسم متناصب نعم طب إذا نحكي عن الألوان كمان هم بلبق لهم كل الألوان نذكرتي الزهري يعني فبلبق لهم الفواتح وأيضا الألوان حتى الفاقع إذا نحكي أو الألوان الغابة لهم طبعا يختاروا عدة ألوان والطول بالنسبة لهم هم الناس اللي عندهم options أكتر يعني يمكن يختار الطول عند الخسر أو الطول الطويل اللي تحت الورك أو عند الركبة نعم طيب بما أنه إحنا هلأ يعني صرنا بفصل الخريف ورح نيجي على فصل الشتاء وهلأ يمكن هذا الموسم أو الفترة اللي بيصيروا السيدات بتهم يشتروا معاطف وأواعي كمان شطوية شو الألوان الدارجة رح تكون خلال هاي صنعين؟ هلأ في عنا الألوان الكلاسيكية وفي عنا درجات مختلفة من الأخضار من الخمري درجات الكريمي دائما بروح للسكني الدارجة هلأ الفرو يعني الناس كتير بتحب شكل الفرو مين بالبق لهم يلبسوا فرو؟ هلأ الناس اللي بالبق لهم فرو خلينا نحكي الأشكال الأجسام اللي بدنا نتفاصيل علوية لإلهم مثلا الناس اللي وركة عريض بس ما عندها أكتاف ممكن تحطي سكارب أو ممكن تحطي إشي فرو بالمنطقة العلوية إذا بتحتاجي بس الناس اللي كتافة عريضة ممنوع تلبس الفرو لأنه بيزيد عرضهم هلأ الفرو مثلا للناس لشكل جسمهم تفاحة بيزيدهم عرض بدنا نكون لإماشة يكون شوي خفيف والجوخ إذننا نحكي لإماشة الجوخ هلأ زي ما حكينا قبل إنه ما يعطي شكل البوكس هذا لبعض الأجسام لأنه بيطلع مثلا المستطيل هم شكل جسمهم مستطيل إحنا نعطي فما بينفع إنه نعطي شكل البوكس وهو جسمه مستطيل عشان هيك إنه لازم يختاروا الإطاع اللي بتناسبهم بتناسب أشكال أجسامهم نعم إذن شكرا لو وجودك معنا أسي الألعاب خبيرة المظهر والألوان وشكرا على كل النصاح اللي قدمت لنا إياها أهلا فيك